من المؤلم مشاهدة ما يحدث الأبرياء في أوكرانيا الذين يريدون فقط العيش في بلدهم ويتحدثون لغتهم التي يعرفونها ويربون أطفالهم في المجتمع الذي عاشت فيه عائلاتهم لأجيال وبالملايين مشاهدهم الآن يضطرون إلى الفرار حاملين حقائب على ظهرهم جميعنا نعيش تجربة مؤسفة من جراء مشاهد مرعبة نشاهدها في أوكرانيا لكن الموضوع مختلف لمن هم هناك حاليا لذلك نحن ملتزمون بكل ما نقوم به ونعم قال الرئيس في خطاب حالة الاتحاد هناك ثمن يجب دفعه مقابل الديمقراطية